اشتركوا في القناة وفي لحظاتها الاخيرة تعترف اعتراف يقلب موازين مصر احبها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك واعتدى عليها صفوة الشريف ورفضت الزواج من الفنان احمد زكي كل هذا واكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو ولكن قبل ذلك لا تنسى الصلاة على اشهر في الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس اهلا بكم استطاعت الفنانة المعتزلة ايمان الطوخي ان تخطف انظار الجمهور وترسخ صورتها في ازهانهم بدورها الذي قدمته في مسلسل رأفة الهجان والذي حقق نجاح غير مسبوق ومؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ايمان الطوخي من احدى الظهور لها بعد غياب سنوات حيث اصبحت امرأة في الستينيات من عمرها حيث انها من موليد 11 يناير عام 1958 ولاحظت جمهور تغير ملامح الفنانة ايمان الطوخي وظهرت علامات السن تغزو وجهها حيث كانت تشتهر قديما بجمالها الفاتن وعيونها الملونة وكانت فتاة احلام الشباب لفترة طويلة الا انها الان اصبحت امرأة عجوز مسنة يظهر على وجهها التجعيد وعلامات التقدم في السن وظهرت ايمان الطوخي في الصورة باطلال فاجأة الجميع حيث بدت بوزن ممتلى وملامح متغيرة وبدت عليها علامات كبر السن وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع اطلالة الفنانة ايمان الطوخي حيث جاءت ابرز التعليقات هي دي ايمان الطوخي سبحان مغير الاحوال عند ظهور ايمان الطوخي في الصورة المنشورة اصبحت ملامحها متغيرة تماما حيث ظهرت عليها علامات الشيخوخة بشكل ملحوظ والتجعيد في الوجه والرقبة مما ادى الى ظهورها بشكل مختلف تماما ولدت الفنانة ايمان الطوخي في يوم 11 يناير عام 1958 وهي تبلغ من العمر الان 65 عاما في عام 2023 وهي ابنة الفنانة والازاع الكبير محمد الطوخي وليس القار والمبتهل محمد الطوخي كما يظن البعض تخرجت في كلية الاعلام قسم الازاع والتلفزيون بجامعة القاهرة عام 1980 وفي مفاجأة من العيار السقيل فجرها احد المقربين للرئيس مبارك انه تزوج عدة سنوات من المطربة والفنانة ايمان الطوخي بعد اعجابه بها اسناء مشاهدته مسلسل رأفة الهجان حيث قال وقتها لحاشيته انه معجب باداءها التمثيل ودورها المهم وشياكة ملابسها وبعد ذلك بفترة تزوجها الرئيس وانجب منها بعد ذلك ولد عمره يتجاوز 36 عاما الان وهذا ما قد يفسر سبب غياب ايمان الطوخي عن الفن منذ اعوام عدة هذا ما قاله وتداوله الكثير منذ رحيل الرئيس مبارك عن النظام كانت الازمة الكبيرة في حياة الفنانة ايمان الطوخي هو الحديث عن علاقتها بالرئيس الاسبق حسني مبارك والتي وصلت الى حد القول بان مبارك قد تزوجها كما جرت اقويل بشأن مطاردة زكريا عزمي وصفوة الشريف لها وان الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك كان السبب في اعتزالها الفن تقارير صحفية تحدست عن اعجاب الرئيس مبارك بايمان الطوخي منذ ان رآها في مسلسل رأفة الهجان الذي كان يحرص على متابعته وسأل عنها المقربين منه وتحديدا زكريا عزمي وصفوة الشريف واعترفت الفنانة ايمان الطوخي باعتراف خطير بان الرئيس مبارك تحدث معها اثناء غنائها في احتفالات اكتوبر قائلا ما تختفيش وانت لازم تغني في حفلات اكتوبر كل عام لانك من الاصوات الجميلة ولو فيه اي مشاكل كلميني على طول هذا الاهتمام من الرئيس دفع زوجة الرئيس سوزان مبارك الى التدخل لابعادها واجبرتها على الاعتزال والاختفاع عن الاضواء انضمت الفنانة المعتزلة ايمان الطوخي لقائمة النجمات التي دارت حولهن اخبار عن علاقتهن بالرئيس السابق حسن مبارك واسرته ولكن هذه المرة قالت ان ايمان الطوخي هي زوجة للرئيس مبارك وام لابن يبلغ من العمر الان ستة وثلاثين عاما وانتشر على الانترنت وبعض الصحف ونقلها موقع محيط ان حرم الرئيس المقلوع كانت على علم بتلك العلاقة وانها تدخلت لانهام مشوار ايمان الطوخي الفني سواء في مجال التمسيل او الغناء وانها استخدمت نفوزها لمحاربة الطوخي واجبارها على البقاء في المنزل دون عمل الرئيس السابق حسن مبارك اعجب بالطوخي وباداءها التمسيلي ودورها المهم وشياكة ملابسها في الجزء الثاني من مسلسل رأفة الهجان والذي ادت فيه دور الفتاه اليهودية استر بولينيسكي واتقنته بشكل لافط للنظر وكان ذلك في عام 1987 وعندما تم الاعداد للجزء الثالث من المسلسل لم يكن دور ايمان الطوخي موجودا بالمسلسل وبالتالي لم يكن هناك داعي لاشتراكها بالمسلسل وعندما علم الرئيس بذلك تدخل لدى القائمين على المسلسل فاقنع مؤلفه الكاتب الراحل صالح مرسي بكتاب الدور لها بالجزء الثالث وبالفعل اتم ذلك ولكنه لم يخرج بالشكل الذي خرج به دورها في الجزء السابق وانه عندما علمت سيدة مصر الاولى السابقة باهتمام زوجها الرئيس مبارك بايمان الطوخي اصدرت اوامرها بعدم مشاركتها في ادوار تمثيلية بالتلفزيون المصري ما دفع الفنان ايمان الطوخي الى تفضيل الاعتزال لكن زملائها في الوسط الفني حاولوا اقناعها بالعودة وتم ذلك بالفعل لتشارك في عمل واحد ثم تعتزل مرة اخرى مبررة ذلك بان مهنة الفن اصبحت تمتلئ بالدخلاء الذين اساءوا الى الفنانين الحقيقيين وقررت الفنان ايمان الطوخي الاتجاه للغناء وبالفعل قدمت العديد من الاغاني الناجحة والتي كان اشهرها اغنية النظر الاولى ويقال انه عندما علمت سوزان مبارك بذلك تدخلت لمنع اغنياتها من ان تزاع في التلفزيون المصري بل قامت باخفاء شريط المصطر للاغنية واحراقه لتظل بعدها ايمان الطوخي بعيدة عن الوسط الفني والغناء والتمثيلي وفي اعقاب ثورة 25 يناير تحدثت الفنان ايمان الطوخي نافية اي علاقة بالرئيس مبارك غير تلك التي ذكرتها مؤكدة ان تلك الاقويل سببت لها الاما نفسية وتعرضت لضغط رهيب من قبل النظام السابق دور واحد في حياة النجوم كفيل بان يضعه في الصفوف الاولى ويسلط عليه الاضواء وهذا ما حدث مع النجمة المحتزلة ايمان الطوخي التي كانت مشاركتها في مسلسل رأفة الهجان قنبلة وضعتها تحت الشمس لكن ضريبة الشهرة كانت كبيرة دفعت سمنها ايمان الطوخي غاليا فبينما كانت تحت الاضواء مسلطة عليها شمس الشهرة اصبحت وراه هذه الشمس بعد ان تخطت علاقتها الحدود المسموحة لها في بدايتها ارتبطت بقصة حب مع المخرج والفنان الراحل فؤاد عبد الحي الذي تعرفت عليه خلال تواجدها ضمن مسرح الجامعة في كلية التجارة لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة لشعورها بعدم التفاهم بينهما كان الارتباط الثاني في حياة الفنانة ايمان الطوخي بالملحن محمد ضياء الذي قدمت معه البوم غنائي في اوائل التسعينيات لكن هذا الارتباط لم يدم فتم فسخ الخطبة التي استمرت سلسة سنوات ضياء فسر الانفصال في تصريحات نقلتها الصحف والمجلات الفنية في ذلك الوقت بعدم رغبتها في الانجاب لانها لا تعرف كيف تتعامل مع الاطفال واضاف ضياء ان ايمان الطوخي لا تجيد التعبير عن حبها وكانت عصبية الى حد ما واصيبت باكتئاب خلال فترة خطوبتهما بسبب الاضطهاد الذي كانت تشعر به من الوسط الفني تجاهها من الاسرار التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب في حياة الفنانة ايمان الطوخي هو اعجاب الفنان الراحل احمد زكي بها ووصل الى مرحلة الحب لكن يبدو انه كان حب من طرف واحد في عام 1997 تقدم الفنان احمد زكي للزواج من الفنانة ايمان الطوخي وكان وقتها قد انفصل عن زوجته الاولى الراحلة هالا فؤاد لكنها رفضت هذا الزواج وكان الفنان احمد زكي يحضر كل حفلات الفنانة ايمان الطوخي ويجلس في المقاعد الامامية ولم يأس من رفضها فحاول اكثر من مرة ولمدة عام ونصف اقناعها بالزواج لكن كل محاولته باءت بالفشل كشفت مصادر مقربة من الفنانة ايمان الطوخي تطورات الحالة الصحية للفنانة ايمان الطوخي بعد نقلها للمستشفى وتبين انها تعرضت لمضاعفات طبية ترتب عليها اصابتها بشلل في الامعاء واستئصال الرحم لذا نستعرض لكم تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ايمان الطوخي بعد تدهور صحتها وافدت المصادر ان الفنانة ايمان الطوخي اجرت عملية جراحية في الرحم في احدى المستشفيات في منطقة المهندسين وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة حيث تم استئصال الرحم كما اصيبت الفنانة ايمان الطوخي بشلل في الامعاء وجاءت تلك المضاعفات التي تعرضت لها الفنانة ايمان الطوخي بعد اصابتها بوعكة صحية خطيرة نقلت على اسرها الى احدى المستشفيات لاجراء عملية جراحية كبيرة وتعرضت الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لاجراء عملية جراحية كبيرة ادت الى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى ونرجو من كل محب الفنانة ايمان الطوخي الدعاء لها بالشفاء العاجل ونشرت صورة لها من خلال حسابها وهي محجوزة بالمستشفى وعلقت قائلة ادعو لي بالشفاء انا في الرعاية المركزة في المستشفى يا رب شفيني وتلقت عشرات التعليقات من متابعيها واصدقائها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وعبروا عن قلقهم الشديد عليها